تحدي جديد يواجه القطاع التعليمي في موريتانيا مع بدي أكثر من خمسين ألف طالب في اجتياز امتحانات البكالوريا للسنة الدراسية 2019-2020 ويتوزع المشاركون في هذه الامتحانات التي تجرى على مدى أربعة أيام متتالية على شعب الأداب العصرية والأداب الأصلية والرياضيات والعلوم الطبيعية إضافة إلى الشعبة الفنية ويواجه هذا القطاع حاليا عدة إشكاليات أولها حكمية محاربة انتشار الغش بين الطلاب ما دفع السلطات إلى اللجوء لقطع خدمة الانترنت عن البلاد خلال فترة الانتحانات وهو إجراء غالبا ما يغضب عددا كبيرا من الموريتانيين الذين يرون أنه يعطل مصالحهم ويؤثر سلبا على عدد من الخدمات الأخرى لكن ثم تعقبات أخرى واجهات قطاع التعليم خلال فترة الامتحانات أبرزها انتشار وباء كورونا الذي استوجب تشديد التدابير الوقائية لمحاربة تفشي الفيروس بين الطلبة والمعلمين كذلك شكل هطول الأمطار الغزيرة في أرجاء العاصمة نواكشوت معضلة قالت وزارة التهذيب والإصلاح إنها تمكنت بالتنصيق مع وزارة النقل وغيرها من الجهات المعنية من مواجهتها وأكدت السلطات المحلية استمرار عملها الدؤوب لأجل تيسير إجراء الامتحانات أمام الطلاب وتدليل العقبات كافة بما يضمن إنجاز المراحل المتعلقة بالامتحان وفق الشروط والأجال المنصوص عليها اشتركوا في القناة